سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الله مصلي على سيدنا محمد في الأولين وصلي على سيدنا محمد في الآخرين وصلي على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين أما بعد حياكم الله مرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نتذاكر فيه سويا كتاب منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين لحجة الإسلام الغزالي عليه رحمة الله تعالى هذا اللقاء الذي نتزود من خلاله لدنيانا عن طريق إصلاح قلوبنا هذه القلوب التي جعل الله سبحانه وتعالى بها وبإصلاحها النجاة في الآخرة فقال سبحانه وتعالى إلا من أتى الله بقلب سليم هذا اللقاء الذي نهدف من ورائه إلى تزكية نفوسنا هذه النفس التي إن صلحت أصلح الله للإنسان دنياه وآخرته يقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وكنا بدأنا مع حجة الإسلام الغزالي الحديث عن العوائق وكنا وقفنا عند الشيطان وحيل الشيطان ومخادعات الشيطان التي يمكن أن يقوم بها لإضلال الإنسان قال وأما فصل الحيل والمخادعات من الشيطان فمجرى ذلك ومثاله أن مكايد الشيطان مع ابن آدم في الطاعة من سبعة أوجه يعني كيف يصرف الشيطان الإنسان عن الطاعة لأن هذا هو هدفه إنه يأخذك عن طاعة الله سبحانه وتعالى إنك تكون من العصاء ومن أهل النار مثله قال فبغزتك لأغوينهم أجمعين حتى يحقق الشيطان هذا الهدف ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ الشيخ هنا بيقول إن الشيطان حتى يحقق هذا الهدف بيسلك سبع طرق هي طرق الشيطان يمكن أن نسميها كذلك يعني طرق الشيطان في إضلال في إضلال بني آدم يقول أحدها أن ينهاه عنها يأتي لك الشيطان مباشرة ويقول لك يا أخي صلت إيه ما تخليك نايم أو صيام إيه إذا أنت بتتعب أو يعني والله صدقت إيه أنت يعني هتفئر نفسك ليه وهكذا فبصق الشيطان بيصدك مباشرة عن فعل الطعام أنه ينهاك عن الطعام لك ما تعملش الطعام وإنت أمورك تبقى أنت واضح والدنيا واضحة أن هناك ما ينهاك أو هناك ما يصدك عن الطعام أحدها أن ينهاه عنها فإن عصمه الله تعالى رده بأن قال إني محتاج إلى ذلك جدا إذ لا بد لي من التزود من هذه الدنيا الفانية للآخرة التي لم قضاء له يعني إن جاءتك الوسوسة من الشيطان بأنك لا تفعل هذه الطعاة لا تقبل على الصلاة لا تزكي لا تصوم لا تعامل الناس معاملة حسنة انتقم ممن آزاك لا تحترم أحدا إلى آخره إذا رب رسحة تعالى أراد بهذا العبد التوفيق سيرد هذه الوسوسة ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول يعني ماذا سأستشيد وأنا سأقف أمام الله يوم القيام وإن الدنيا مهما حصل فيها فهي ثانية طيب ثم يأمره بالتسويف الخطوة الثانية إذا قال له ما تعملش الطعاة والعبد ما سمعش كلامه ووجد إن العبد مصمم على فعل الطعاة يخليه يسوف طيب ماشي يصلي بس مش دلوقتي طيب إذا العبد مجح مع الشيطان في هذا فالشيطان يأتي من آخر ويأمره بتسويف الطعاة يعني إعمل الطعاة نعم صلي صوم زكي مفيش مشكلة لكن لي دلوقتي ما تخليها بعدين ثم يأمره بالتسويف إن عصمه الله تعالى رده يعني إن أراد الله التوفيق لهذا العبد فهيرد هذه الوسوسة ولن يسوف بأن قال ليس أجري بيدي يبقى حديث نفس من الشيطان أو وسوسة من الشيطان يكون الرد عليها من جنسها أيضا فالشيطان يقول لك والله يسوف فالرد عليه يكون بفكرة مضادة وهي يعني ما الذي يضمن لي أن أعيش إلى أول الشهر أو الأسبوع القادم أو كذا ما الذي يقول ليس أجري بيدي على أني إن ثوفت عمل اليوم إلى غد فعمل غدًا متى أعماله؟ يعني أنت هتسوف العمل بتاع النهاردة البكرة تمه بكرة فيه واجد تاني فهي تراكم عليك الأعمال أيضا وبعدين أنت لما تؤجل مثلا الصدقة أو تؤجل الصيام للأسبوع القادم أو الصلاة للمرة القادمة أو للغد فإنت فوت في عندك هنا نقطة فراغ ما بقاش فيها طاعة وثاعة يمكن أن تملأ بالطاعة والأيام بتفوت والعمر بيعدي والدقيقة التي تمر لن ترجع مرة أخرى وبالتالي التسويف أنت فيه اللي بتخسر ولن تربح فعمل غدًا متى أعمله فإن بكل يوم عملها وأعمال اليوم والليلة اللي عايز من حضراتكم يطلع عليها يمكن أن يطلع اليوم يعني يمكن نقرأ إذا أحببتم أو اللي ما قرأتوا بحباتكم كتاب بداية الهداية لحجة الإسلام الغزالي أيضا وكتاب صغير الحجم فيه بعض الحاجات اللي ممكن المسلم يعملها يوميا اسمه بداية الهداية لابد إن حضراتكم تقرأوا هذا الكتاب هو كذيب صغير جدا يريد حضراتكم تقرأوا كل هذا الأسبوع ثم يأمره بالعجلة فيقول له عجل عجل لتفرغ لكذا وكذا فإن عصمه الله تعالى رده بأن قال قدر العمل مع التمام خير من كثيره مع النقصة يعني حضرتك الآن نجحت أولا في إنك تعمل الطاعة و ما تكونش ممن لا يفعلها وبعدين لما نويت تعملها نجحت في إنك ما تسوفش وتعملها الآن أو تعملها في وقتها طيب لما بقى تجد أعملها في وقتها الشيطان هيسيبك لا مش هيسيبك هيقول لك لما تخلصها بسرعة خلصها إيه بسرعة عدل عدل علشان إيه علشان أنا ورايا كذا وعندي كذا فبالتالي تقيك واقف في الصلاة مثل هوج بتعمل وردك وانت مثل هوج بتقرأ القرآن وانت مثل هوج فبالتالي ما فيش إحساس بحلاوة الطاعة ولا بلدة الجلوس مع الله سبحانه وتعالى في حين هتلاقيه كنت بتطبخ مثلا أو انت سايق سيارتك أو انت بتعمل عملك أو انت بتتفرج على فيلم أو انت بتعمل أي حاجة عايز تاخد إيه كده بمزاج أو انت بتشرب قهوتك عايز تشربها بمزاج محدش يزعجك لحد ما تخلص منجان القهوة فبص تلاقي كل حاجة بتعملها في حياتك عايز تاخد وقتك فيها يتيجي عند الطاعة تبقى عايز تخلص بسرعة عشان نرىك حاجات هذا ما يفعله الشيطان بنا ثم يأمره بالعجلة فيقول له عجل عجل لتفرغ لكذا وكذا فإن عصمه الله تعالى رده هذا رد هذه الوسوسة بأن قال قليل العمل مع التمام خير من كثيره مع النقصان خير من كثيره مع النقصان يعني لما تعمل عمل بسيط ويعني تعطيه حقه ركعتين هتصليهم وانت ألبك حاضر فيهم مع الله سبحانه وتعالى وبتقرأ سورة الفاتحة كده بتأني بتتفكر في معانيها وبتقرأ بعدها سورة قصيرة من القرآن وبتقول سبحانه ربيه الأعلى ولا سبحانه ربيه العظيم وانت بتتفكر في معناها أثرها على نفسك يكون أعظم من عشر رقعات ورد حركات للجسد فقط فلما تجد نفسك عايز تتعجل يعني رد نفسك أو رد على هذه الوسوسة لأن تقول لا العمل مع التمام خير من العمل الكثير مع النقصان فلا لن أعجل أخذ وقت في العبادة أخذ وقت في الورد أخذ وقت في الصلاة كما يأخذ الإنسان وقته في كل شيء ثم يأمره بإسمام العمل مرآة للناس يعني كمان إذا لأكبأ يعني هتععد وهتأخذ وقتك في العمل يأتيك من هذا الباب يقول لك أيوة طول شوية كمان يعني هو اللي يأمرك المراد بإيه بأنك تطول علشان الناس تقول عليك يا سلام دعنت إنسان خاشع دعنت إنسان تقي دعنت إنسان كذا فكذلك الأعمال تعامل الناس في عبادتك وفي علاقتك بالله سبحانه وتعالى لذلك الواحد فينا إذا نوى العمل وبدأ في العمل عليه أنه يبدأ عمله وهو ناوي وجه الله سبحانه وتعالى فإذا أتى خاطر الرياء أثناء العمل لا يعطل عمله ولا يستعجل ولا ينهي عمله بل يكون كما هو يعني ما تخليش خاطر الرياء يجعلك تعمل حاجة بزيادة ولا حاجة بنقصان بعض الناس يقول لك أنا عشان الرياء أنا هنصرع في صلاتي عشان الناس ما إيه أنا إيه جاي الرياء إن أنا خاشع فأنا لأ هبين بقى للناس إنه مش خاشع فيعمل العكس فعمل العمل من أجل الناس شرك وترك العمل من أجل الناس رياء فهو إن الناس ترمى دخلوا في العمل بيفسد فإنت الحل مش إنك تعمل حاجة في العمل لا تطويل ولا تقصير الحل إنك تخرج الناس من بالك نهائيا ثم يأمره بإتمام العمل مرآة للناس فإن عصمه الله تعالى رده بأن قال ما الذي أعمل بمرآة الناس أفلا يكفي من رؤية الله تعالى يعني رؤية الناس تعمل بإيه الناس تعمل بإيه الناس هيفيدوني بإيه الناس لن ينفعوني ولن يضغوني فألا يكفي من رؤية الله تعالى فاستحضر الإنسان رؤية الله سبحانه وتعالى أثناء العمل ثم يريد أن يوقعه في العشق يعني أنت مريد من العقبات دي كلها عقبة العجلة فجالك وانت متأنئ لك أيوة يعني تأنى شوية كمان أو انت كتا خويس علشان نسل عليك كذا فانت طردت هذا يجي لك بقى بعد ما تنجح في هذه العقبة يقول لك يا سلام ده أنا إنسان عظيم ده أنا ما شاء الله علي أنا الحمد لله لما قررت العمل عملته الآن وبعدين لما جال الشيطان وقال لي سوفه لأ مش هسوفه فالحمد لله عملته في وقته وانتصرت على نفسي على الشيطان وبعدين الحمد لله خدت وقت في عملي وبعدين الحمد لله سألت الله الإخلاص فقصت إلى نفسك أنت بتنسر لنفسك الفضل في نجاح العمل أو الفضل في استمرارك في العمل فتقع في حفرة أخرى اسمها حفرة العجب فالشيطان لما تتم هذه الأمور يوقعها في العجب والعبد اللي عايز على قصب الله سبحانه وتعالى تكون على الوجه اللائق لا ينظر لأعماله على إنه هو الذي قام بها وإنما هذه الأعمال وفقه الله سبحانه وتعالى إليها ولو شاء الله سبحانه وتعالى إنه لا يوفق العبد لهذا ما قام بأي عمل وبالتالي العبد إذا عمل عملا فلينظر إلى إنه الفضل في إتمام هذا العمل وفي التوفيق لهذا العمل وفي محبة العبد لهذا العمل وفي القوة والصحة التي قام وأدى بها هذا العمل كل هذا كان بيد الله سبحانه وتعالى ليس منه هو كده يتخلص من العجب يعني لا تنسي بالفضل لنفسك وإنما الفضل كله لله سبحانه وتعالى قال ثم يريد أن يوقعه في العجب فيقول ما أعقلك وأيقظك يا سلام علي كده وأنا منتصر على الشيطان فإن عصمه الله تعالى رده يعني أراد الله أن يعصم العبد أيضا من هذه اليقظة خدوا بالكم كل الحاجات دي أو كل المرحل دي حفر أنت ممكن تقع في أي حفرة من الحفر دي فإن عصمه الله تعالى رده إذا ربنا صحة تعالى أراد أن يعصم عبده وإنما يؤعش في الحفرة دي هيرد هذا الخاطر وهذا الوسوس أيضا بأن قال المنة لله تعالى في ذلك ذو يعني الفضل في توفيقي للعمل والله سبحانه وتعالى يرجع إلى الله وليس إلى نفسي ولا إلى قوتي ولا إلى ذكائي ولا إلى حرصي ولكن الفضل كله لله سبحانه وتعالى وهو الذي خصني بتوفيقه وجعل لعملي قيمة عظيمة بفضله ولولا فضله فماذا كان قيمة هذا العمل في جنب نعمة الله تعالى علي وجنب معصية له يعني لولا أن الله تفضل عليك بهذا العمل يعني هذا العمل رغم إنك عملته ورغم إنه بفضل الله سبحانه وتعالى فهو أيضا بجوار النعم الكثيرة التي عنعمها الله سبحانه وتعالى عليك لا قيمة له ولا يعني يوازي جزء من النعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على العبد وكثير من النعم يا أخوانا إحنا غلقانين فيها ما بنحسش بيها لأن إحنا اعتدنا عليها نعمة إنك تشفى بالمية من غير ما تبقى متدايق نعمة إنك تغمض عينك من غير ما تحس بألم في عينك نعمة إنك تلتفت في رقبتك كده وكده من غير ما يبقى فيه حاجة بيوجعك في رقبتك نعمة إنك تتنفس تنفس طبيعي نعمة إنك بتربش طبيعي نعمة إنك تكون بتسمع من غير ما يكون فيه زنة في ودانك يعني فيه حاجات كتير قوي نعمة إنك تقدر تخش الحمام لوحدك من غير ما حد يسندك يعني نعم كتير قوي سبحان الله لما الواحد حياته بتهد قدامه أو بيحصلوا حاجة بيخس أنه غرآن في النعم فإحنا أعملنا كلها كل أعمال الإنس والجن إذا جمعناها ماذا ستساوي ماذا ستساوي في جنب نعمة واحدة من نعم الله سبحانه وتعالى ثم يأتيه من وجه سادس وهو أعظبها ولا يقف عليه إلا كل متأقب وهو أن يقول اجتهد أنت في السر فإن الله تعالى سيظهره عليك ويلبس كل عام عملا وأراد بذلك ضربا من الرياء فإن عصمه الله تعالى رده بأن قال يا معون إلى الآن كنت تأتيني من وجه إفساد عملي والآن تأتيني من وجه إخلاصه لتفسده إنما أنا عبد الله تعالى وهو سيدي إن شاء أظهر وإن شاء أخفى وإن شاء أجعلني خطيرة وإن شاء أجعلني حقيرة وذلك إلي وما أبالي إن أظهر ذلك للناس أو لم يظهر فليس بأيديهم شيء دي مرتبة في غاية المراتب في التعامل مع النفس ومع الله سبحانه وتعالى في غاية الخطورة في التعامل مع النفس وفي التعامل مع الله سبحانه وتعالى يعني العبد أحياناً بيخلص وبيعمل العمل لله ما يبقاش عايز يظهر العمل أمام الناس ويبعايز يعمل العمل لله لكن في أعماق 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 إن الله سبحانه وتعالى سيظهر عملي للناس وسيمدح للناس بعد فترة من الإخلاص فيعرف الناس أنني مخلص أو يعني أنت في أعماقك تريد أن يظهر عملك بعد إخفاء الله سبحانه وتعالى فيعرف الناس بإخلاصك ويعرف الناس بأعمالك وهذا ضرب من ضرب الرياء يعني أنت كأنك حين تعمل العمل تقضب من الله سبحانه وتعالى أن يظهر مكانتك عند الناس أنت الآن في الرياء الصريح العبد هو الذي يطلب إظهر مكانتك فيظهر طعت بنفسه ويعامل الناس بنفسه في هذا الضرب من الرياء الخفي العبد كأنه يطلب من الله أن يظهر مكانته عند الناس يعني يا رب أنا لن أعامل الناس أنت أظهر مكانتك عند الناس تظهر بمن الرياء أنت ما زال الناس في قلبك وعقلك ما زالوا شغلينك وطرم الناس ما زالوا شغلينك وبتفكر فيهم فأنت لسا لم تتخلص من الرياء بعد لم تتخلص من معاملة الناس بعد زي كده الواحد ما يبقى بينه بالنفس قول إيه ربنا هيظفرني عليهم إن شاء الله ومسيرهم يعرفوا إن شاء الله أنت يعني ما يعرفوا ولا ما يعرفوش إحنا مش عايزين حد يعرف هاجا إحنا عايزين ربنا يرضى علينا أنت في كل أعمالك خلي بس ربنا يرضى عليك قول كلمتك لله اعمل عملك لله الناس بقى تعرف الناس ما تعرفش الناس تقول عليك حلم الناس تقول عليك وحش كل ده صفر على الشمال ولا يعنيك في شيء المفروض فمن أوجه الرياء الخفية التي لا يقف عليها كما قال حجة في الإسلام إلا متيقظ إن الواحد يبقى عمل يكتهد في الإخلاص في السر على أمل إن ربنا يظهر مكانته عند الناس بكرامة بقى بإن الناس تتكلم عنه كويس من نراه إن نسمعته تبقى كويسة إنه بقى مشهور بإنه إنسان مخلص وهو ما أظهرش أي حاجة لكن ربنا هو الذي نعم أنطق الناس فهو يفرح بهذا ويتمنى هذا وده ضرب الانضروب الإيه انضروب الرياء طيب لو أنا ما اكتهدتش في إظهار إخلاصي وأعمالي وأظهرها الله سبحانه وتعالى إيه السلوك الصحيح إذا ده حصل إني أسأل الله السكر إني أسأل الله أن أكون أفضل لما يظنون وأن يغفر لي ما لا يعلمون مش أفرح أن الناس عرفت أن الحمد لله كويس لا أنا لا أعامل الناس أصلا مفترض أن العبد لا ينظر للناس أصلا وإظهار عبد من العباد بصورة من الصور قدام الناس سواء في صورة الإنسان الطيب أو الإنسان العالم أو الإنسان الخير أو الإنسان اللي عنده كرامات أي صورة من الصور ربنا هيظهرك بها عند الناس ده اختبار لك للناس اختبار لك للناس هل ستصير عبدا للناس ولا ستستمر في عبوديتك لله سبحانه وتعالى إذن ضرب من دروب الرياء أنك تبقى حابب أن ربنا يعرف الناس مكانتك لذلك قرأة الأحاديث متح الأخفياء الأطقياء الأنقياء الذين إذا حضروا لم يعرفوا وإذا غابوا لم يفتقلوا بإذن ذا وجهه خفي ثم يأتيه من وجه سابع ويقول لا حاجة لك إلى هذا العمل لأنك إن خلقت سعيدا لم يضرك ترك العمل وإن خلقت شقيا لم ينفعك فعله يبقى هييره بقى هنا إيه إن العبد تخطى كل هذه العقبات وكل هذه الحفر يأتيه من خلال شبهة القضاء والقدر والتقدير الأزلي لله لأنه رجل مؤمن إنه مش هيوصل لهذه الدرجة إلا إذا كان مؤمن شديد الإيمان ومن الإيمان إيمان الإنسان بالقضاء والقدر وإيمان الإنسان بأن الله عز وجل خلق الخلق وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي فييجي العبد يقول طيب دي خايدة العمل به ما هو خلاص في حكم السابقة موجود وإن سبق لي أنني من أهل الجنة فسأكون من أهل الجنة وإن سبق لي أنني من أهل النار فأنا من أهل النار فما فائدة العمل يجيل الشيطان من هذا الباب من باب إيمانه بالقدر فيزعل إيمانه بالقدر صادا له عن العمل انظروا لما الشيطان يستخدم يستخدم الإيمان ليكون ضد الإيمان ليكون ضدك زي بالضط كده لما ييجي واحد واحد يحلل لك السابقة يقول لك يا أخي ما إحنا غلاب إحنا خذنا إي يعني أو لما واحد يحلل الزينة يقول لك يعني إحنا هنعمل إيه ربنا غفور الرحيم ويستشفد بقية قرآنية وأحاديث نبوية لتدرير المعاصف فنفس الكلام الشيطان هنا ليستخدم إيمانك بالقضاء والقدر ليصدك عن ذكر الله وعن الصلاة وعن العمل والحقيقة إن الله عز وجل حين أمرنا بالإيمان بالقضاء والقدر كان مش لهدف إن العبد يترك العمل ولكن لهدف إن العبد يرضى عن النتيجة بعد العمل أيا كانت النتيجة يعني هو سلاح أعطاه الله عز وجل للطمأنينة فيستخدمه الشيطان ضدنا ليكون تركا للعمل وليكون سبيلا للشقاء يعني كأنه سلاح الله أعطانا هذا السلاح ليكون لنا الشيطان يحوله ليكون علينا القضاء والقدر إخواننا في حقيقته هو سلاح أعطاه الله سبحانه وتعالى لنا بحيث لما نيجي نعمل ما نبصش إلا على عملنا دون النتيجة لأن النتيجة دي بتاعة ربنا سبحانه وتعالى فتبقى أنت عملت اللي عليك الحمد لله وما تشلش هم النتيجة فكأنه ربنا نشال من عليك حملة قيل قوي اللي هو حمل وجوب النجاح يعني كأن فيه أستاذ بيقول له طلابه مفيش امتحان اللي هيحضر واللي هيركز واللي هيعمل التكلفات معايا هينجح تلقائيا من غير اختبارات مش عايز منكم اختبارات أنا عايزك بس تحضر تحضر لي بس شوفوا قد إيه كلنا هنحب الأستاذ ده وقدي يعني هو رحيم وقدي إيه هو بيحبنا وقديه بيسهل علينا الله عز وجل حين أمرنا بالقضاء والقدر كان هذا هو الهدف إنك بس تعمل النتيجة مش بتاعتك يأتي الشيطان يأتي الشيطان ليقول لك والله ما فائدة العمل لا تعمل علشان يأخذك من رحمة الله سبحانه وتعالى ويقعك في صخط الله بدل ما ربنا بعملك باللطف حيث لم يطب منك النتيجة يأتي الشيطان يدخلك في من يعاملهم الله سبحانه وتعالى باللعنة والغضب حتى يعني إيه يخرجك من عداد المرطوف بهم والمرحومين فهو القضاء والقدر سلاح مهم جدا للمؤمن وليس على المؤمن فالعبد إذا جاءه الشيطان الشيطان من هذا الوجه قال فإن عصمه الله تعالى رده بأن قال إنما أنا عبد وعلى العبد امتثار الأمر لعبوديته أنا قلت لحضراتكم أكثر من مرة إنه إحنا مشكلتنا الأزالية إننا عاملين زي الناس اللي تبقعت في المترو وعمل يبص في الموبايل بتاعك طبعا محدش فينا بيحب كده لكن إحنا في الواقع كلنا بنعمل كده مع الله سبحانه وتعالى يعني أنت ربنا صحة لأمرك بعبادته وقال لك يا أخينا إن عبدتني أو يا عبدي إن عبدتني لك الجنة وإن عصيتني لك النش الإنسان الطبيعي ماذا يفعل يخليه في حاله بقى يخليه في حاله بقى ربنا قال لي أعمل واحد اثنين ثلاثة هعمله ما تعملش واحد اثنين ثلاثة خلص مش أعمله طيب ربنا بقى هيحسبني ازاي ربنا بقى بيعمل ايه طب ربنا كذا فتبدأ حضرتك تسيب الواجب اللي عليك وتفكر فيه ازاي ربنا يحاسب غباده ازاي ربنا يقول كذا ازاي ربنا يعمل كذا طب يطرى لو عملت كذا ربنا هيعمل كذا ولا مش هيعمل كذا وتبدأ تفكر بدلا ما تفكر في أفعالك أنت وما يجب أن تقوم به أنت تبدأ حضرتك تفكر في أفعال الله وما كان ينبغي أن يفعله الله وما لم يكن ينبغي أن يفعله الله وتبدأ تحاكم ربنا سبحانه وتعالى على أفعاله في كونه او تبدأ تفكر في انه ازاي ربنا يحسدنا وهو قال لنا كذا وعمل لنا كذا كل تي حاجات انت مش مطلوب منك كل ما هو مطلوب منك انك تعرف انه ما فيش حاجة بتجري في الكون الا بتقدير الله كل ما هو مطلوب منك انك تعرف انك محاسر على اعمالك اجمع بين الحاجتين دولت اولا انك محاسر على اعمالك الحاجة التانية انه لا يزري في الكون شيء الا بعلم الله وارادة الله سبحانه وتعالى ومشيئة الله سبحانه وتعالى اجمع بين الحكتين ذلك بأي طريقة كانت وآمن بيهم بأي طريقة كانت وركز في أعمالك هتستريح جدا الناس بتشقى لما بتبدأ تسأل الله عن أفعاله يا رب ليه عملت كده ولو في نفسه يعني بالشرط لوحد ينطق بلسانه لكن يبقى لسان حاله كده انا ليه ربنا خلاني كده ليه ربنا ادى فلانو بدنيش ليه ربنا خلى حياتي بالشكل ده ليه حياتي مدينا مآسي ليه انا مش سعيد زي بقية الناس ليه 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 ويبدأ كده نسائل الله عن أعماله بدل ما الواحد يقول انا ايوه حياتي مكتش سعيدة يا ترى كنت عمل ايه في علاقتي بالله هل كنت راضي هل كنت صابر هل كنت شاكر وهل يا ترى حياتي كانت بالسوء اللي الشيطان بيصورها لي ولان الحمد لله احسن من الناس كثير فالواحد الشيطان بيلعب به زي ما العيال الصغيرين بيلعبوا بكرة بالزمط بحيث يوقعوا في الحزن ويوقعوا في المرض ويوقعوا في الايه في كل معنى سيء والعياذ بالله فالقصد يا اخوانا انه الواحد فينا المفروض يركز في افعاله هو فيما يجب عليه هو قل لربنا يعملوا قل لربنا قرروا دي حاجة من شغلات لا تفكر فيه طيب بأن قال إنما أنا عبد وعلى عبد تمتساء القبل عبوديته والرب أعلم بربوبيته شأن الربوبية أنت لا تعلم فليتفكر فيه يعني أنت ليت عد تفكر ليه ربنا خلق أطفال بيتألموا ليه ربنا خلق الأمراض يعملوا انت مالك انت ربنا قال لك والله انت مع نفسك كده هوت عبد مأمور بإنك تطيع وإن أصابك بلاء عليك الصبر دي العبودية المطلوبة منك قاليني شأن الربوبية غير شأن العبودية أنت لست رب حتى تفهم كيف يتصرف الله في كونه والرب أعلم بربوبيته شؤون الربوبية عظيمة أنت لا تذلك جزء منها قطرة قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر وقابل أن تنفذ كلمات ربي ولو جهنا بمثله مددا يعني بحار الدنيا دي كلها لو حبر يتكتب به علم الله سبحانه وتعالى وحكمة الله سبحانه وتعالى البحر تخرص وما عند الله لا ينتهي فإنت العبد الضعيف الحقيق عايز يعرف كيف يفعل الله وكيف يعني يسير الله وكيف يدبر الله كونه وده مش هيحصل وده لم يكون فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذكر القدر فأمسكه والقدر هو إيه؟ هو فعل الله في الكون القدر هو فعل الله في الكون العبد يبقى عايز يعرف ليه ربنا عمل كدا ليه ربنا تصرف كذا ليه ربنا قدر كذا ليه فيه كذا فيبقى عايز يفهم أفعال الله فإنت نقول لك بص في موبايلك ملاكش دعوة بأفعال الله إنت فقط علاقتك بأفعال الله إذا كانت بالنسبة لك أنت خير تشكر بالنسبة لك أنت شار تصبر وشكرا على كده ونقطة ومن أول السطر طيب ورق أعلم برهوبيته يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد ولأنه ينفعني العمل كيف ما كنت لأني إن كنت سعيدا يحتاجت إليه لبيادة السواب وإن كنت شقيا فأنا محتاج إليه كي لا ألو نفسي يعني أنت في كل أحوال لن تستطيع لن تستطيع التخلص من العمل أنت محتاج للعمل إن كنت ممن كتب الله لهم السعادة فإنت محتاج للعمل أيضا حتى يزيد سوابك وتتفع درجاتك عندهم وإن كنت شقيا فإنك أيضا محتاج للعمل لعل الله عز وجل يعني يرفع عنك هذا الشقاء لعل الله سبحانه وتعالى يعني ينظر لك نظر رحمة حتى بلك فأنا محتاج حتى لألو نفسي على أن الله تعالى لا يعاقبني على الطاعة من كل حال ولا تضعوني على أني إن وصلت النار وأنا مطيعا أحب أي من أكلها وأنا عاص فكيخ وعدهم حق وخورهم صدر يعني أنت محتاج للعمل على سان حتى ما هي ما تقولش يا لتني كنت عملت فتبقى أنت عملت اللي عليك زي بالضبط كده الطالب الشاطر اللي ذاكر عمل اللي عليه وبعدين دخل الامتحان وجد أنه الامتحان صعب عليه وهو بذل مجهود وعارف أنه ما فيش بعد الطاقة اللي بذلها طاقة وممكن يبذلها فخلاص هيبقى راضي بنا تكتر هيبقى راضي بنا تكتر ليني أنه خلاص أنا ما فيش حدا أقدر عملها ديما فالعبد لو تعامل مع الأمر بهذه الطريقة إن لأن أدخل النار يعني حتى وين ربناك انكتب لك النار وأنت مطيع خير لك من أن تدخلها وأنت عاصم فخلاص أنا عملت اللي علي فكيف إذا علمت أيها العبد أن وعد الله سبحانه وتعالى حق وأنك إن وفقت للطاعة أثابك على الطاعة وأن سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا أدنى شيئا ولكن الناس أنفسهم المظلمون فكيف وعده حق وقوله صدق وقد وعد على الطاعة بالثبت فمن لقي الله تعالى على الإيمان والطاعة لم يدخل النار ألبت ودخل الجنة لا لاستحقاقه بعمله الجنة ولكن لوعده الصادق تعالى لأن لا أحد في الحقيقة يدخل الجنة بعمله وإنما الناس يدخلون الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى ولأن الله هو الذي وعد بذلك وكتب على نفسه ذلك كتب ربكم على نفسه الرحمة والجنة هي مستقر رحمة الله سبحانه وتعالى ولكن لوعده الصادق تعالى ولهذا المعنى أخبر الله تعالى عن السعداء إذ قالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده فتيقض رحمة الله فإن الأمر كما ترى وتسمع يعني عايزوا لك أن الأمر خطير الأمر محتاج يقضى وإلا فأنت في حرب لا تتوقف الشيطان أعد لك بالمرسود جيل كمتة مش جيل حد تاني مفرغ نفسه علشان كمتة مش علشان حد تاني فإن الأمر كما ترى وتسمع وقص عليه سائر الأفعال والأحوال واستعن بالله تعالى واستعذ به فإن الأمر بيده منه التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله هذا العري العظيم إذن كإن الشيخ في النهاية عايزي أقول لك إنه لا نجاح أمام عائق الشيطان إلا الاستعاذ بالله والاحتماء بالله عز وجل والإكثار من لا حول ولا قوة إلا بالله بمعنى أنك لن تنتصر على الشيطان بنفسك وإنما ستنتصر عليه بتوفيق من الضوار سبحانه وتعالى بهذا ننتهي من العائق الثالث الشيطان علشان حضراتكم تبعارفين الخريطة اللي احنا مشيين منها أبو حامد الغزالي عليه رحمة الله تعالى تحدث عن عدد من العقبات العقبة الأولى اللي احنا اتكلمنا عنها عقبة العلم قلنا إن الإنسان لا بد أن يعني يتخطى هذه العقبة ويتعلم بعض الأمور الأساسية التي تعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه بإله إلا الله ثم العقبة الثانية عقبة التوبة ينبغى الإنسان إن يتوب وتحدثنا عن حقيقة التوبة وأقوال السلف في التوبة وما هي التوبة الصادقة ثم عقبة العوائق عقبة العوائق وذكر فيها حجة الإسلام الغزالي أربع عوائق الدنيا والناس والشيطان والنفس احنا بفضل الله تعالى انتهينا من عقبة الشيطان الآن ونبدأ المرة القادمة بإذن الله تعالى الحديث عن العائق الرابع وهو عائق النفس لو حد محرقكم عنده أي سؤال يتفضل ابن القيم من أراد الظهور فهو عبد الظهور ومن أراد الخفاء فهو عبد الخفاء أما من أراد الله فهو عبد الله فهو الذي إذا شاء أظهره وإذا شاء أخفاه لا يختار لنفسه الظهور ولا خفاء هذا صحيح ابن القيم عنده حاجات جميلة جدا خاصة يعني كتبوا فيها فيها إخلاص شديد وهو أحسبه كان من الصالحين رحمه الله نعم من أراد الظهور فهو عبد الظهور من أراد الخفاء فهو عبد الخفاء الواحد الحقيقة المفروض في علاقته بالله يكون سيب نفسه عارفين أنتو كده لما حد يقول لك سيب نفسك خالص هو الواحد هو الواحد ما في علاقته بالله عز وجل يكون كده سيب نفسه ربنا أراد إنك تظهر تظهر وإذا ظهرت أنت ما تبقاش عبد الظهور ما تنشغلش بالظهور عن الله الذي أظهرك طيب وإذا أردت الخفاء برضو ما تقولش والله إذا الخفاء أفضل أنت لا تختار أصلا بل تدعي الله عز وجل هو الذي يختار لك وزي ما قالت ابن عطال الله السكنداش مقامك حيث أقامك أقامك الله سبحانه وتعالى في مقام الظهور خلص قم بهذا المقام علم الناس انشر خير في الناس وجدد نيتك وإذا كنت مشهور ولا كذا إلى آخره فأعني إيه أنت مبتلى مبتلى بالظهور طيب إذا كنت من أهل الخفاء ولا حد يعرفك ولا حد فأنت برضو مبتلى أنت مبتلى بهذا إذا أنت وقتك كله ملكك ممكن يدخلك العجب ممكن يدخلك الكبر من عدم مخالطتك للناس ممكن يعني أمور كثيرة جدا يعني كل حالة من الحالات اللي العبد بيمر بيها سيجد فيها يعني بلاء خاص بيها مش موجود في الحالة الأخرى فلذلك بنقول أن العبد الأفضل أنه لا يختار على اختيار الله سبحانه وتعالى يسلم نفسه لله ويسيب نفسه خالص الله عز وجل يفعل به ما يشاء يظهره يبقى خلاص أنا ما الواجب فين يظهرني الله الواجب أني أقوم بواجب الإذره أني معلم الناس مثلا أني أقدد دنيتي إلى آخره طيب إذا أخفاني الله عز وجل فما الواجب الواجب مختلف يعني أقضي وقتي في طاعة أني أخلص أني أتعلم أني 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 إلى آخره فالوحد يسأل نفسه عن واجبات الأوقات واجبات الأحوال أيضا يعني زي ما فيه واجب للوقت فيه واجب للحال يعني حالي إن أنا مثلا عازل ففيه واجب يختلف عن واجبي وأنا متذوق فكذلك حالي وأنا ظاهر غير حالي وأنا ربنا خفيني عن الناس فالعبد يسلم نفسه لله ويعني يركب نفسه أو ينظر نفسه دائما أن يكون ألبو متوجه لله سبحانه وتعالى وليس إلى الناس كيف أدفع النفس الرياء دفع الرياء يكون أولا بتجديد النية تجديد النية إني أذكر نفسي أنني أعامل الله سبحانه وتعالى إني لا أرض إلا وجه الله إنه الناس لن يملكوا لي نفع ولا طف إني الله يحسنني الهاث أمامه والله وليس الناس فالوحي أن أشرك بك شيئاً أعلمه وأستغفرك لما لا أعلم ثلاث مرات صباحة أو ثلاث مرات مساء أو عند الحاجة اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه ده إن شاء الله يعين الإنسان على الإخلاص ثم مما يعين على الإخلاص إن الواحد يعود نفسه على أعمال السر يعني فيه كده أعمال هو بيعملها لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى ده يعوده على إنه يعامل الله والشرط كل حاجة بعملها أنشرها بين أهلي وأصدقائي والمجتمع والناس فكرة إنه كل حاجة نتكلم فيها مع الناس أو ننشرها على الفيسبوك أو أصحابي وجريني شاركوني فيها وكل فكرة تخطر على ذلي أك أم تكلم عليها الناس ده حاجة صراحة مش طبيعية يعني إنه بيعمل كده إنسان مش طبيعي فيليك نترك بإيه الطريقة ونتعود على إن إحنا نعامل الله وحده أوقات كثيرة أحس إن الناس في بالي إذا كان بداية العمل لله ثم طرأ عليه إنه الله إذا الناس دلوقتي في بالي فأنا مطلوب إنه أجدد إني وطرمى إنه بداية العمل أو أصل العمل لله فلا يضر فلا يضر العمل هذه الأفكار اللي ابتلد على ذهن الإنسان لأننا قلنا ابتلد على ذهننا هذه الأفكار فالواجب إن إحنا نعمل إيه نعمل العمل لا ونستمر في العمل يعني لا نقطع العمل أبدا بأجل إن إحنا خايفين الرياء مثلا بالنسبة لأستاذ الشيطان بالعجلة في العباد أخشى لو ذكرت النفس إن نقوم نعمل مع الخشوع أفضل إن نقل العمل وليأتي معه خشوع طيب بالنسبة الفكرة يعني هل نعمل إيه هل العمل يبقى قليل مع الخشوع ولا يبقى كثير مع قلة الخشوع لو إحنا خيرنا بين الاتنين لا يبقى العمل قليل ودائم مع الخشوع أفضل من عمل الكثير طيب أنا تقول لي أخشى أن يقل العمل ولا يأتي الخشوع طيب إذا الخشوع ما أتياش يبقى أكثر من العمل يبقى الواحد فينا ممكن يبقى فقيه نفسه زي ما بنقول فقيه نفسي أنا بركز على الخشوع ووجدت أن هذا الخشوع لا يأتي إلا مع القليل من العمل خلاص يبقى أنا ده طريقي خلاص طيب وجدت نفسي لما قللت الخشوع برضو مجاش يبقى أطلب الخشوع وزود العمل على أساس إنه إن شاء الله يأتي معه مع زيادة العمل زيادة فيه الخشوع ما هو واجب الوقت ما هو واجب الوقت واجب الوقت الذي لا يسقط أبداً في كل عصر يعني والذي يجب على جميع الناس العلم والعمل هذا هو واجب الوقت دائماً العلم والعمل إن وحد يتعلم ويعمل بما علم هذا هو واجب كل وقت بالنسبة لك الواجب الوقت على الخصوص فده يختلف كما قلنا من إنسان لإنسان يعني إذا كنت مثلاً طبيب في الحالة اللي إحنا فيه هدية فواجب الوقت إنك تكون موجود في المستشفى بتوجه الناس بتطلع علمك للناس بتساعد الناس إنه هم تخلصوا من الأبراط بتعمل فيديوهات تبعوية ده واجب الوقت بالنسبة لك أنت طيب أنت وظهر طبيب ولا حاجة لكن أنت إنسان عادي فواجب الوقت بالنسبة لك في زمن الكورونا دول إنك والله تلتزم بالإرشادات اللي بتألك عليها عشان تقلل من العاد وإنك ترعى أولادك وتساعدهم على إنهم ما يتعدوش وهكذا فواجب الوقت بيختلف من إنسان لإنسان ومش كل حاجة يا أخوانا نحتاج نسأل فيها يعني إحنا عايزين نتربى على إن الواحد فينا لوحده يبقى عارف هو المفروض يعمل إيه واجبه إيه طيب دايج إزاي دايج إزاي إذا هو واحد عارف هدفه إذا الواحد عارف هو عارف إذا الواحد عارف إنه موجود في الدنيا لتحصيل الحسنات والبعد عن السيئات فهو إذا تعلم ذلك الله سبحانه سيهديه سيهديه إلى ما ينبغي أن يفعله في كل لحظة من اللحظة فإنت لو مهندس مثلا وموجود في الموقع مش محتاج تسأل كل شوية أو ترجع كل شوية الكتب التي تعلمتها طب أنا أعمل إيه في الحالة دي طب أنا والله أعمل إيه في الموضوع ده فإنت خرص تبقى عارف هتعمل إيه لوحدك فإحنا عاديين المسلم يصل لهذه الموحل أنه أعرف ما الذي ينبغي فعله لأنه عارف هدفه زي المهندس الموطع عارف هدفه نحن نجازل نقطع بالعمار دي فالهدف هيساعدني على اتخاذ القرار السري إذا غاب الهدف وغفل الإنسان ساعدتها الإنسان بيتوه يبقى عارف يعمل إيه فالإنسان اللي مش عارف يعمل إيه وإنسانه غافل إنسانه غافل عشان كده احنا نقول لحضراتكم دايما نستعين بذكر الله ليه إذا كنت ذاكرا ربنا هيقول لك ماذا تفعل وإنت الوحدك تبقى عارف ماذا تفعل في كل لحظة من اللحظات مش محتاج حد يقول لك يعني طبعا ما بقولش مش معنى كلام ان احنا ما نسترشدش او ما نضبش المشهورة او النصيحة لكن في الأصد إنه فيه واجبات مش ينفع حد يقول لك عليها يعني حتى صاحب النصيحة إذا أعطاك النصيحة هيقول لك الكلام العام الذي يمكن أن يقوله لكل إنسان لكن يبقى عليك انت واجبات لن يعلمها إلا أنت كيف أتوصل بهذه الواجبات إنه أعارف هذا في كويس وأعارف عندي رؤية نبقى عارف الهدف من الدنيا دية وهكذا سعيدها ربنا يا هديني لما ينبغي فعلك في كل لحظة وفي كل وفي كل موقف طيب سبحانك اللهم وبالحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتبو لي بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين أمنوا بالصالحات تتوصل بالحق وتوصل بالصبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته